ماذا سيحدث معك يوم الأربعاء سنقرأ للبرج الرائع جدا صاحب الجمال الثنائي من الداخل ومن الخارج من الخارج دائما بيكون بقمة الجمال والأناقة ومن الداخل ذو أخلاق رائع جدا ومساعد دائما للآخرين أكيد احنا بنحكي عن البرج الرائع برج الدلو رجاء من الجميع اللايك التشجيعي والأشخاص اجلتوا على القناة ما ينسون بالاشتراك وهم جدا يفعلوا زر الجرس عشان يكون على المباشر مع بعض بإذن الله تعالى للتواصل أطريق الواتساب بتلاقي رقم الواتساب تحت سوى الفيديو بصندوق الوصف مرة أكتبه في التعليقات لنرى يا أصدقائي كيف الأحداث ستكون مع مولود برج الدلو يوم الأربعاء بتمنى لك الحظ السعيد حافظوا على هدوء أعصابكم وخصوصا في العمل الأساسي اللي أنت قائم عليه قد يحدث خلاف بينك وبين أحد أفرق بينك وبين أحد الزملاء في العمل حاولي مولود برج الدلو قدر المستطاع تحفظوا أعصابك علشان ما تشوه سمعتك أمام رؤسائك في العمل وخصوصا الأشخاص المقبلين على ترقية أو منصب جديد سيكون أيضا يوم رائع جدا في الأمور العاطفية استكون أنت والشريك تلاقي رائع جدا ورح تتحدث بأمور رائعة جدا حابين تعملوها مع بعض إن شاء الله القريب العجل وليس الأجل في الأمور الصحية قد تشعر في بعض الخمول في الصباح الباكر تشعر أنك مش قادر أنك تقوم بأعمالك اليومية هذا الموضوع رح يخليك تتراجع إلى الوراء حاول قدر المستطاع بعد ما تنهي الأعمال المتراكمة عليك أنك تقصد من الراحة الكافي لكي تستعيد نشاطك وعافيتك من أول وجديد وابتعد عن التدخين أو المشروبات الروحانية استلتقي في شخص ترتاح لصحبته في المساء هذا الشخص هو عزيز جدا على قلبك وتتحدث بأمور رائع جدا تثير اهتمامك وفضولك ولكن مولود برج الدلو لا تأخذ أي قرار بشكل سريع جدا لأنه قد يقترح عليك عمل مشترك بينك وبانه أما طاقات مولود برج الدلو طاقة العمل عنده 80% وطاقة العاطفة عنده 85% وطاقة الجسد أو الصحة 65% حاول انك تركز على صحتك يا مولود برج الدلو تخليها من أهم أولوياتك لأنه نسبتك نازلة كثير رديم عليك الصحة والعافية ويبعد عنك كل مكروه لكم يا أصدقائي بس قبل ما أكمل بحب أعلمكم أنا بعمل 30 قراءة خاصة ومجانية بتم اختيارهم من التعليقات اللي تحت أسفل الفيديو كل آخر شهر ما بحلف الحظ هذه المرة ما يزعل إن شاء الله بالفترات القادمة سيوحلفك الحظ بتكون أحد الرابحين معي هذه القراءة أما للتواصل على طريقة الواتساب بتتلاقي رقم الواتساب تحت أسفل الفيديو في صندوق الوصف مراتاً بكتبه في التعليقات أما الأشخاص بتربح معي قراءات خاصة القراءة عبارة عن كشف كامل روحانياً عاطفياً ومهنياً توقعات الأشهر القادمة بإذن الله تعالى وملئة النصائح اللي بتدفع بمصلحتك إلى الأمام إذا كان فيه موضوع معين أو مشكلة معينة أو متعرض للحسد أو السهر أو الأعمال السفلية نتناقش فيها بشكل مباشر بإذن الله تعالى بنلاقي لها حل دائماً يا أصدقائي لكل دا في بإذن الله تعالى الدواء الشافي كل الحب والتقدير لكم يا أصدقائي وإن شاء الله القادم سيكون أفضل وأفضل سيكون أفضل